موسيقى أسطورتين يعني وأنا ما بحبش والله السؤال ده بالذات بس رونالدو رونالدو فيه سينما فيه سينما في الأهداف التاني حلاوة حلاوة وإبداع وسحر لكن ده سينما أنا بحب السينما بتاعت كريستيانو رونالدو السؤال صعب شوية لكن أنا بختار فريرة بقول بس أن السؤال صعب لأنه المقارنة لوحدها كده على مستوى الألقاب وكده هتبقى طبعا ظالمة لفريرة اللي قاعد موسم ونص تقريبا مع الزمائكة غيرت بالوقتي بالمجموع بعكس جزئي اللي قاعد على الثلاث مراحل وحقق فيها أكبر عدد ممكن من البطولات أسطوري يعني لكن والاثنين كارزمة غير طبيعية والاثنين مقنعين جدا للعبتهم وبيعرفوا يتعاملوا مع الإعلام بذكاء وإن كانت الطرق مختلفة لكن أنا بحس أن فريرة معلم يعني بيعلم التدريب وبيعرف يعلم اللعيبة الكورة جزئي بيعرف يكاتشن جدا يعرف ينصر أفكاره بذكاء شديد يعرف يأثر في نتيجة المباراة فالاثنين أسطورتين أنا عارف أن طولت في الإجابة لكن أنا بختار فريرة 43 طبعا لأنه فقدان بطولتين دوري متتاليتين أمر صعب جدا هيتحول لأمر كارثي إذا ضاعت البطولة رقم 3 على التوالي فكده كده أنا معي عشرة وبالتالي حتى لو حد قرب لي السنة اللي جاية مش أزمة لكن لو أنا غبت عن البطولة 3 مرات يبقى أنا بأرسي مبدأ عشت حياتي كلها رفضه وإن أنا أخسر اللقب 3 مرات متتالية فطبعا ناخد الدوري السنة اللي جاي بكل تأكيد أفريقيا الزمارك بيحاول من 2002 ياخد البطولة استعصت عليه مرتين 2016 والتانية كانت قاسية جدا قدام الأهلي أنا هكون بالفعل واخد الدوري مرتين متتاليتين لو خدت التالتة هبقى يعني عملت تاريخ رقمي بس أن أنا الأول مرة في حياتي بأخد الدوري 3 مرات متتالية لكن طبعا أفريقيا هبقى أقربت شوية من الأهلي هبقى بعيدت عن مزمبي هبقى رجعت بطولة بحلم بيها طول عمري فأكيد لو أنا زمالكاوي هختار دوري أبطال أفريقيا السنة اللي جاي لو في إجابة في النص هقول إنه كان لابد منه أو خطأ كان لابد منه ليه خطأ؟ لأنه نتائج رائعة متحققة على المستوى القاري خسارة أفريقية مش معناها نهاية المطاف نتائج في الدوري مهتزة شوية لكن قادرة للعودة فبالتالي ده ممكن يبقى بالتالي خطأ لكن لابد منه لأن كانت العلاقة وصلت لطريق لازم نهايته تبقى النهاية لازم يبقى نهايته وانفصال إدارة كرة في النادي الأهلي لجنة تخطيط وفنيين شايفين إنه مش ماشي صح شايفين إنه هو دماغه لوحدها في حتة وهم في حتة هو بقى متضايق من التوجيهات هم شايفين إنه بيسمعش التوجيهات أعتقد إنه كان خطأ لكن لابد منه توقيت الرحيل بقى هو اللي أنا بقول إنه كان غلط تماما شيكابالا فريرة ليه؟ لأنه شيكابالا حسام حسن كان فنيا أعلى من شيكابالا فريرة كان المتعة الحقيقية في شيكابالا حسام حسن ده اللي هو يشيل فرقة لوحده لكن شخصية شيكابالا حسام حسن ما تجيبش بطولات شخصية شيكابالا حسام حسن اللي هو اللعيب المودي اللي يبقى في الساحل طول فترة الإعداد ويروح بعد كده على الماتشات يبدع لكن ما يعرفش إنه هو يتكيف مع الظروف والضغوط فممكن يزعل فممكن يقفش فممكن يتقمص الحاجات اللي هي بتاع تلعيبة الكورة فما تجيبش بطولة لكن ككورة كورة لأ كان شيكابالا ده الكورة ممتعة مرعبة في رجليه إنما شيكابالا هنا مكتمل وبالتالي ككورة بقى كاملة كده شيكابالا فريرة طبعا لأنه قائد بيعرف يلم الفريق لسه الكورة الحلوة عنده مؤثر في أي وقت بيلعبه سواء أساسيا أو بديلا فهو هنا الاكتمال شيكابالا فريرة إن ريال مديد زيدان ريال مديد أنشلوتي متعرفش توصفه لكن هو فريق شخصية بطولة كلمة دي بتزعع للناس تقولك وفي حاجة اسمها شخصية بطل؟ آه في شخصية بطل ريال مديد أنشلوتي شخصية بطل اللي هو ممكن ألعب لك آخر ثلاث دقيقة وأكسب الماتش ستة عادي لكن ريال مديد زيدان فريق أكثر اكتمالا كورة أحلى أحلى من وجهة نظري أنا اللي هو يعني برؤية أنا للكورة لأنه ممكن كورة أنشلوتي دي حلوة لأنه بيعرف يدافع وبيعرف يكسب لكن أنا بتكلم على كورة زيدان أنا بالنسبالي فريق ريال مديد زيدان أحسن ككورة وكقوام جيل حسن شحاتة ستة تمانية عشر مع أنهم رحوش كسعلم يعني بس أنا بحب دول كورة أكثر موسيقى